اشتركوا في القناة يمكن في البداية زي ما قلت في البداية عن ارتباك الشارع المصري بعد ترشح أخيرة الشاطر من قبل الإخوان المسلمين رؤية حدودك المشهد السياسي المصري شوفي أنا الآن بأعيد قراءة كل المشهد من 25 يناير حتى الآن لأن أنا في اعتقادي أن هناك أكثر من مؤشر وأكثر من تناول لما حدث أنت عارف أن في أطراف رئيسة بتتحرك في هذا المشهد مجلس عسكري رقم واحد اتنين قوة سياسية كبرى زي الإخوان المسلمين تلاتة قوة أخرى تمثل اتجاهات مدنية لبرالية أو قومية عربية أو يسرية طبعا في خلف هذا المشهد قوة مؤثرة جدا وقامت بدور عظيم في صوت خمسة اللي هي الناس الناس العادية لكن الناس العادية مش موجودة على خشبة المصح كل يوم ده صحيح فبتنزل في وقتا أوقات الأزمة عيشوها وهنا ودي مشكلة كبرى عيشوها في أزمات متولية من أول غريف الخبز لحد أنبوبة البتجاز لحد أحداث فيها عنف وفلتان أمني وكلام ده أنا بيت أكاد أقول أن كان ذلك مقصودا الآن الأزمات في إدارة الأزمة أنا في اعتقادي ودي رؤيا بحاول أعمقها بحاول أدعمها بما يفيد هذا التحليل أنا في اعتقادي أن المجلس العسكري توافق مع غضب الناس توافق مع انتفاضة الناس في 25 نناير على قضية أنه مش عايز وريس مش عايز انقلاب على الجمهورية وفقت بس وفقت محدش بقى يتكلم في طموح أقصى من ذلك لتغيير سياسات حيث تتصادم مع مصالح المجلس العسكري والقوات المسلحة والعلاقات مع أمريكا والعلاقات مع إسرائيل وأعتقد أن في هذا التوافق بحث عن شريك له ليس من الضرورة أن يكون شريك دائم لكن هو شريك حسب كل مرحلة ولم يجد سوى الإخوان المسلمين كوجود شعبي منظم مؤثر يستطيع أن يلتزم معهم ويلتزمون معهم طب هل يوليم على القوة اللي برالية أنها ما جمعتش نفسها يمكن اللي بيتقال في الشارع أنه طب ليه الناس ما جمعتش كلها نفسها وبقينا قوة تنظيمية وحدة نقدر نتفعل أو نتكلم مع المجلس العسكري دينا أنا أعتقد أن هناك طبعا أخطاء ارتكبناها من أول إصرالنا على فليسقط يسقط حكم العسكر وأنا طبعا مع أن حكم العسكر لازم العسكر يخرجوا من السلطة لسلطة البلاد ويروحوا سكناتهم أنا مع دهم مئة في الماء لكن أنا على سم المثال كنت أفضل أن نتمسك بقضية العدل الاجتماعي وبرنامج التغيير الاقتصادي لأن ثورة بلا تغيير في السياسات الاقتصادية من الثورة وهذا ما حدث أن كنا نشتكي من أحمد عز فجاء خيرة الشطر هذا رجل أعمال وهذا رجل أعمال ببساطة وهذا زواج مال من السلطة وهذا زواج مال من السلطة طب ويجي هنا بقى التساؤل فعلا يا أستاذ أمين موقف إخواني المسلمين من بداية الثورة أنه مش هندعم حد لمرشح للرئاسة ولما أعلن دكتور أبو الفتوح عن نيته لترشح للرئاسة تم فصله من الجماعة وقاله أنه إحنا مش هندعمه وكمان الناس اللي كانت بتدعمه تم فصله من الجماعة دلوقتي المشهد تغير تماماً الإخوان المسلمين دفعوا بمرشح للرئاسة وهو المهندس خيرة الشاطر تفكر حالك ليه في الوقت ده تحديداً تم الدفع بمرشح للرئاسة من قبل الإخوان المسلمين خلينا أقول أن المشهد كما قلت لك لا هو توافق دائم بين العسكر والإخوان ولا هو خلاف دائم في هذا الإطار تم إدارة صراع تعبيره المصطلح بتاعه اسمه شد الحبل لعبة شد الحبل وانتعرفها أي حد يفهم يعني فيه طلفين طلف من هنا وطلف من هنا بيشد الحبل اللي بيبقى أقوى بيحاول يكسب خطوة لصالحه في لعبة شد الحبال تم الاتفاق وأنا في تصوري أن الأيام سوف تكشف ذلك على أن مجلس الشعب يتواجد فيه الإخوان والنور ومحدش يقول لي سنديق الانتخاب ما هو فيه إطار بيترسم لأن سنديق الانتخاب تجيب نتيل الإطار الذي يلوسم في ذلك الوقت بموافقة المجلس العسكري هو ده بقى مش بموافقة بصناعة المجلس العسكري هو ده وكان مع الإخوان فقاتت الأغلبية لصالح الإخوان والنور الإخوان والنور اكتشفوا بأن ده ما يكفيش أنه يبقى أغلبية لابد من صلاحيات فاختبروا الصلاحيات فواجدوا أن المجلس العسكري بيقول لهم ما فيش حاجة اسمها إسقاط الحكومة رغمني دي المفروض أنها من سلطة المجلس وبالذات بعد صوت 25 يناير لقد لم يحدث تغيير في الدستور نحن بحكمنا الإعلان الدستوري والرئيس هو المجلس العسكري والرئيس هو اللي شكل الحكومة وبالتالي جاء تهديد حسب ما قالت بعض الصحف المشير للدكتور سعد الكتاتني واضح إذا أصريته على إقالة الجنزولي رغم بين قصين وأنا من أول من بدلي قلت أنا ضد هذا الاختيار تم تهديد واضح بأن هنحل المجلس فلما تيجي تشوف حل المجلس الدولة في مصر عطيقة وليها أدواتها هتجدي أن هناك طعن أمام المحكمة الدستورية وأظن أنه طعن حقيقش ببساطة يعني له سند من القانون بشكل حقيقي وبالتالي التهديد تهديد قائم فبدأت لعبة شد الحبل تاخد مصال أخر بنضغط في اتجاه إقالة حكومة الجنزول والمجلس بيضغط بأنه ما فيش إقالة فدخلنا صراحة حول الجمعية التأسيسية للدستور النص بيقول الأعضاء المنتخبون من الشعب والشورى يختاروا أكيد مش هيختاروا من أنفسهم أكيد مش هيختاروا من بينهم فاختاروا من بينهم وبعد ما تقال من الإخوان المسلمين 40-60 40 من جوى المجلس غرفتي المجلس الشورى والشعب و60 من خارجه وأنا كنت ضد ده أنا بالمناسبة صوتوا والكرامة صوتت أن الميت عضو يبقوا من خارج المجلسة من الشعب المباشر فالصدام تصاعد في الجمعية التأسيسية للدستور حدث أن تحركت بعض القوى وأعتقد بعضهم كان مسنود من المجلس العسكري بعض الأفراد وانقلبوا على فكرة الجمعية التأسيسية وانتهى بأنه ما فيه شك حقيقي في بناء جمعية التأسيسية للدستور بالطريقة التي تمت من قبل الدكتور سعد الكتتني والخوان المسلمين وحزب النور وانسحبت الكنيسة وانسحب الأزهر وأصبح فيه شكوك حقيقية الآن في إمكانية قيام جمعية تأسيسية بهذه الطريقة ولا أمل لنا سوى أن نختار جمعية أسيسية للدستور من خارج جرفتي المجلس الشورة والشعب أسه هي حاجة متنقضة إن أنا أختار مننا فينا وفي نفس الوقت بقى فيه رقابة يعني أنا بقول لك هي دي المشكلة المشكلة الحقيقية لأ ده فيه شيء خطير جدا الناس مش منتبهين إيه ليه ليه لما نجد أن طيال الإسلام السياسي أخذ كوتا تساوي 60% أو أكثر من مقاعد الجمعية التأسية من حق قوة أخرى تطالب بكوتا من حق الملأة أنها تقول أنا نصف المجتمع أطالب بكوتا في الجمعية التأسية ومن حق العمال والفلاحين اللي بلمثلوا أكثر من 70% من الشعب المصر يقولوا نحن نطالب بكوتا ومن حق اللعبات يقولوا أسمنا الوطن هنا ما بقاش فكرة وطن ومواطن ما بقاش فكرة هذه الفكرة قائمة شوف خطورة المسائل وصل حد فين فهنا حدث صراح حول الجمعية التأسيسية وعلى الجانب الآخر أصبح ما فيش شرعية لهذه الجمعية التأسيسية وعلينا أن نعيد بناءها فتصاعد الصلاع وتصاعدت لعبة شد الحب فقالوا نحن نزلين على مقعدة إيسى الجمعية هنا بقى أن يجي لفكرة فعلا ترشح خيارة الشاطر هرح لك شايف أنه هو خطأ من قبل الجماعة بس فيه ناس أو فيه أقويل بتقول كتير جدا أو زي ما وصف الفقير الدستوري الكبير أحمد كامل أبو المجد أن ترشح كامل أبو المجد أن ترشح خيارة الشاطر خطأ جسيم من قبل الجماعة رأيي حضرتك إيه؟ شوفي البعض ينظر لهذا الكلام بمنطق تاريخ الجماعة وتاريخ الصراع بين سوة يوليو وجماعة الإخير المسلمين أنا عايز أقول من أي حد ينزل مراشح طالما توفرت الشروط بس فيه حاجة اسمها الموأمة مع المرحلة التاريخية فيه حاجة اسمها المسئولية الوطنية فيه حاجة اسمها الخطاب الصادق ذات المصدقية مش المراوك مش كل يوم تقولي حاجة ثم تاني يوم تعمل غرهة هذا ما حدث هذا ما حدث فيه الانسحاب من ميادين التحرير ببساطة فيه وقت قنحارك جدا من أجل وقف الصورة النهاردة نفس الصرح بهذه الطريقة النهاردة نقول ساهموا في وقف الصورة فعلا فهمني ولما يجوا يقولوا في التحالف الديمقراطي احنا هناخد خمسة وثلاثين أربعين في مقاعد المقل ثم يغضو كل المقاعد أو معظم المقاعد بعد ذلك وكل مقاعد المنسحبين أين المصدقية أين المصدقية مفيش طيال سياسي بهذه الطريقة دي برغماتية فاسدة تشوّد تاريخ الجماعة وتضعف الجماعة هل الشارع المصري يا سلامين حاسس بكده؟ المواطن المصري حاسس بكل ده؟ يعني شايف 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 أري المشهد السياسي شايف أخوان المسلمين عايزين يوصلوا لإيه بالزبط ولا إحنا في حتة والشارع المصري في حتة خلينا أتكلم في نقطتين في هذه المساعدة أنا رأيي أن الشارع المصري أصبح قلق جدا جدا وشايف وبيتسائل بلد راح فين؟ ده صحيح راح فين بهذه الطريقة مشهد حزمة بوسماعيل وأتباعه وأنصاره وهم طالعين يقدموا التوكلات أوراق الترشح ده إحنا في فترة صمت يعني ما فيش دعاية طيب حد أي واحد في الشارع يعرف أن حزمة بوسماعيل ما يغرق الشارع دعاية آه معا وبيوقفوا المرور وبيقدموا عروض وكلام من هذا عبر الشاشات طيب فين؟ فين القانون؟ فين؟ أنا مش بدعو يعني أن نبقى ضد حزمة بوسماعيل أو ضد أي حد بس أنا بتكلم أنا ده مشهد ما يديش مصدقية لناس يقلق الناس جدا الناس في حالة قلق بعد اختيار الشاطر أيضا أصبحت في حالة قلق الإخوان مودينا لحد فين؟ يا صحيح الإخوان عايزين إيه بالزبط؟ ده سؤال بيطردت الشارع بس على الجانب الآخر في موضوع الجماهير الجماهير بلا تنظيمات سياسية ونقابية ما تسويش كتير ناس على الأهاوي لازم جماهير منظمة عشان تقدري تحركيها في هذا الاتجاه لكن المؤكد أن النهاردة لو عملت استطلاع ضعش صادق مش من اللي بيتفبركه وبيتقدمه لنا دول باختصار أنا هقولك نزل كتير مستوى الإخوان في هذا الاستطلاع وناس كتير فقدت الثقة وناس كتير قلقة وده اللي هيخلي وده اللي أنا خايف منه واحد وده اللي أنا الآن منه وده اللي أنا بقول ده كان سيناريو ملسوم منذ 25 يعني بمعنى يا فهد بمعنى أن أنت النهاردة أمام خيارات شكلها إيه الناس العادية الناس الآنة سواء كانوا أبناء المجتمع المدني أو الذين يطالبون بالدولة المدنية أو أقباط قلقانين أو قلقانين جدا من الإسلام السياسي أو المرأة فهمني هتقول إيه هترى تعالى أصوات الآن بأن ننقذنا يا مشير ننقذنا يا جيش ويمكن فيه دلوقتي بعض الأصوات اللي بتاديت تنادي المشير تنطوي أنه يتقدم رئيسة المشهد ده موصل لهذا الكلام مش دول المشير المشير حد من أتباع الدولة المصرية الذين وقفوا مؤيدين لمبارك لمدة 30 و40 سنة من قبل السادات والذين ناصروا كل البطش والظلم والقهر والقمع للشعب المصري والذين أفسدوا الحياة السياسية لكن في النهاية يقول لك دول أرحم من دول ودي الكارثة وكأن 25 يناير لم تحدث لم تحدث هو ده اللي احنا ذهبين إليه وده ناتج أنا عايزة أحمل المسئولية بوضوح وبلا أدنى تردد لممارسات وسلوك وطريقة تفكير المجلس العسكري ده واحد اتنين لممارسات وسلوك وطريقة تفكير حركة الأخوة المسلمين طيب فندم فيه كمان يمكن تساؤل عن من وجهة نظر حدريك الفرق ما بين مهندس خارج الشاطر ودكتور عبد المنعم وفتوح الاثنين كانوا بينتموا أو بينتموا بينتموا لجماعة الإخوانين المسلمين والدكتور عبد المنعم وفتوح تم فصل من الجماعة لما أعلن نيتوا عن التراشع معين ومن داخل جماعة الإخوانين المسلمين بالوقت تم الدفع مهندس خارج الشاطر الفرق ما بينهم يعني ليه ما تمش دعم بالدكتور عبد المنعم وفتوح وتم دعم ليه ما تمش دعم لأن فيه قاعدة شهيرة جدا الذي يخرج عن التنظيم لابد أن يتم اغتياله سياسياً ومعنوياً وهذا كلام مش جديد أما أبدأ سماع وطاعة ما أبدأ سماع وطاعة وما أبدأ أن التنظيم هو كل شيء في حياة الإخوان أهم من الوطن بالمناسبة تنظيم الإخوان أهم من الوطن وده اللي يخلي ملشد أسبق يقول أنا يتولى إضالة مصر أي واحد مسلم مش دلولي يبقى مصري أهم من الوطن فكرة الأمة الدينية هو ده الموضوع باختصار شديد ولذلك الفرق بين عبد المنعم الدكتور عبد المنعم وبين الشاطر هو أن عبد المنعم قسر قواعد السماع وطاعة قسر الالتزام التنظيمي ده واحد اتنين عبد المنعم مش رجل السفقات الخفية الشاطر رجل السفقات الخفية طب هو فعلا ترشحه بيصوب في مصلحة مين خائرة الشاطر أنا رأيي بيصوب بواحد في الانتهاء من الثورة وهذا هدف بيمالسوا المجلس العسكري وتمالسوا جماعة الإخوان المسلمين منذ أن خرجت من المادين مبكرا والمجلس العسكري بيمالسوا كل يوم ومالسة مجلس العسكري وصلت إلى مسبيره حيث اكتسحت المضلعة الناس باختصار شديد جدا كل يوم بيتم الإفراغ عن الذين قتلوا الشهداء وكل يوم بيتم القبضة على سوال حقيقيين زي الخلي وزي دومة وقلم من هذا طب عشان نخرج من المأسك ده هل لازم كوتلة الليبرالية كلها أو مش عارفة سميهم ايه بالزبط سميهم المدنية المدنية هل ممكن نحن فعلا نتفق على مرشح واحد عشان تفتيت الأصوات ولا رأي حضرتك ايه شوفي انا طبعا افضل ذلك حتى تتضح الصورة اكثر ويكون الاستقطاب حاد لصالح ده ضد ده انا افضل ده لان باختصار شديد جدا انا لا اجد معنى لان يتبنى حزب مرشح هو يعلم جيدا انه ملوش خلي اقول لحضراتك ان فيه صدر استطلاع رأي عن المرشح الرئاسة وترتيبهم ده في الاهرام ايوة وعايز اعرف رأي حضراتك فيه وسيد عمر موسى 31% يلي بعد كيف الترتيب حازم صلاح ابو اسماعيل واحمد شفي وسيد عمر سليمان وعبد المنى عبد الفتوح واخيرهم الأستاذ حمدين صباحي تعليقك على شوفي انا عندي شكوك الحقيقة في كل استطلاعات الرأي في العينة وفي طريقة التحليل وكل هذا الكلام بس انا لما اطلعت على في الاهرام على هذا الاستطلاع قلت انه فيه قدر قدر من الاقتراب من الواقع لان باختصار شديد جدا انا طبعا عندي شكوك حقية في نسبة الاستطلاع اللي واخدها عمر موسى وعندي شكوك حقيقية في عمر سليمان لم ينزل حتى الان بس فيه قدر كتيرة جدا بتقول بس 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 وبلدو حتى لو اخد عمر سليمان يعني وبعدين الاستطلاعات رأي استطلاع دي يعني مش في كل مرحلة وبعدين هل عينة متخدم من الريف والمدينة ولا المدينة فقط هل متخدم من عاصمة مص ولا من عواصم محافظات أخرى يعني فيه اسئلة كتيرة جدا في هذا الاستطلاع وانا لاقي ان دي استطلاعات معظمها موجه لصالح اشياء وملهاش اي مصدقية الا اذا جاءت جهة مستقلة بالفعل وعمت استطلاعات العاشية ساعتها نتكلم اعيز اقول له حضرك ان فيه يمكن هارجع مرة تاني لاجنة السالة للدستور ناس كتيرة جدا متخوفة من فكرة انسحاب الشخصيات العامة وانسحاب معظم الاحزاب الليبرالية ومعظم الاحزاب المدنية من انه طب انتو سبتونا للاخوان المسلمين طب احنا كنا عايزين كمان حد يحارب معنا شوية لا جمعية تأسيسية حتى ولو كانت في ايدي الاغلبية حتى لو كانت صناعة اغلبية في الدستور مفيش حاجة اسمها اغلبية اقول ليه في الدستور القعدة التوافق الوطني لا الاغلبية لا ابدا طبعا لا يمكن النقطة التانية ما فيش معنى ان الدستور ما يبقاش فيه تعبير عن ما لا يزيد عن 60% او ما يزيد عن 60% من شعب مصر تحت خط الفقر حد يقول لي الدستور هيعبر عن حقوق هؤلاء ازاي مانا لازي يدافع عن ذلك محدش يقول لي المسقف يدافع عن ذلك ومحدش يقول لي المفكر يدافع عن ذلك الا بمنطق الرؤية انا بتكلم عن اصحاب المصلحة الحقية فين من هذا الدستور فين قضية المرأة فين اللقبات فين المفكرين الدستوريين الفقهاء الدستور العظام اللي في مصر خلاص مصر بقت الاخوان المسلمين غير ما اقول هذا الكلام غير ما انتقي هذا الكلام هذا الكلام مضل للاخوان ومضل للوطن في ذات الوقت واحنا من الذين ادافعوا الكرامة من فترة طويلة جدا كي توقف مع حق الاخوان المسلمين في التواجد وحنا دخلنا مع بعض في التحالف الديمقراطي وانجحت من التحالف الديمقراطي وانسحبنا بعد ما انفرضوا بالجمعية التأسيسية بهذه الطريقة من التحالف الديمقراطي لانه منقلبوا على الوثيقة بتاعته اللي اتفقد عليها 40 حزب واكثر وانسحبنا ايضا من الجمعية التأسيسية في هذا الاطار لم يعد مقبولا هذا الكلام فكرة التوحد مع الذات فكرة انه مفيش غيرنا ده الحزب الوطنة كان مجموعة من الانتهازيين دول بقى هيقضوا البلد ودول عدو ايدولوجيين بقى كنا نتمنى بعد ما فيزوا بالانتخابات ان يكونوا على قد مسئولية وعلى قد تموحات الشعب المصري بس يعني انا اعتقد احنا دخلين على الايام صعبة واتمنى ان مصر تخرج منها بخير واتمنى اتمنى ان يزبت لنا المجلس العسكري يعني بدل ما يحرك قطع شتالانجر كل شوية في اي اتجاه يعني يدي انتباه للشعب المصري وتصوت 25 يناير ويحاول انه يبقى له مصدقية في هذا الطريق سامين اسكندر عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسي حزب الكرام بشكر حركة فاندر مع وجودك معينا وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية ونتمنى ان الحال ينصلح كما بيقوله بإذن الله وبكده تكون خلصت حلقاتنا لنهارده من نهارك سعيد نشوفك بكرا ان شاء الله بكرا وعمل جديد سلام